كان أول رد فعل إسرائيلي على عملية طفان الأقصى هو إعلان حالة الحرب والتعبئة العامة بأهداف منها تحرير جميع الأسرى والمخطوفين واغتيال من وصفته بالعقل المدبر للعملية الناجحة يحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة إذن هذان هدفان واضحان استرجاع الأسرى وتصفية السنوار الآن وبعد أكثر من أربعين يوما من الحرب ماذا حقق الاحتلال من الهدفين الهدف الأول وهو تحرير الأسرى والرهائن روجت إسرائيل أنها قادرة على تحقيق جزء منه باقتحام مستشفى الشفاء لأنهم موجودون بداخله اقتحم جيش الاحتلال المستشفى لم يجد شيئا أما الهدف الثاني وهو السنوار فماذا يفعل الآن صحيفة يدعوت أحرنوت لديها الإجابة على ما يبدو فقد نشرت تقرير تقول فيه إن السنوار ليس حيا فحسب وإنما لديه القدرة على المناورة والتلاعب بأعصاب الإسرائيليين فمنذ أن اقتحم جيش الاحتلال مستشفى الشفاء اختفى السنوار وقطع اتصالاته بالوسطى في صفقة تبادل الأسرى وأيضا احتجاجا على اقتحام المستشفى لا يدير السنوار المفاوضات بشأن الصفقة فقط فالتقرير أشار إلى امتلاك الرجل الساعة والوقت للتفكير في كيفية التلاعب بأعصاب الإسرائيليين فبعد أن صرب في البداية على سبيل المثال أخبارا تشير إلى إمكانية الإفراج عن مائة من الأسرى خفض هذا الرقم إلى ثمانين ثم إلى خمسين مرة أخرى ولتأكيد امتلاكه زمام المبادرة تقول الصحيفة إنه يسر على أن الإفراج على الأسرى سيكون على شكل دفعات مقسمة على خمسة أيام توقف فيها الحرب على القطاع وهذا كله قبل أن يختفي السنوار ويترك مصير الصفقة مجهولا تقول الصحيفة لنرى تفعولات المغردين مع هذه الأخبار علي أحمد قال هكذا يكون الطرف الواثق القوي وسيكون أقوى لو ابتعد المتخادلون والمتواطئون عن المفاوضات يضيف أما بدر مصطفى فكتب رجل قبع في سجون الاحتلال فترة شبابه كلها مدة 24 عاما تعلم لغتهم ودرس انفعالهم وطرق تحركاتهم وتفاوضهم وكل أنواع ضغطهم وكان وصلت الحلقة أو وصلت التفاوض بينهم وبين حماس رجل كهذا خدع جهازا كاملا طيلة 24 عاما في النهاية يعرف كيف يضغط عليهم ويعرف كيف يجعلهم يستجيبون له يضيف أخيرا عثمان يقول السنوار محمد الضيف لازم تدرس خطتهم وسيرتهم الذاتية وإنجازاتهم للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر